صباحاً خير عليك يا شازلي كل سنة وانت طيب وصباحاً خير على حضراتكم جميعاً والنهاردة حلقة جديدة ويوم جديد من صباحاً خير يا مصر والنهاردة طبعاً يعني 14-2 الفالنتينز دي أو زي ما بيقولوا كده عليه عيد الحب ويعني بمناسبة بنا نحن نتكلم عن عيد الحب وأنا بشوف بصراحة أنه مش شرط يكون الحب بس مقتصر على يعني رجل ومرأة يعني خالص أنا شايفة أنه الحب ده موجود حتى بنا وبين أفراد أسرتنا وبيننا وبين صحابنا يعني أنا دي وجهة نظري مش عارفة فيه ناس ممكن تختلف عليها ولا لا يا شازلي بس يعني أنا بشوف كده لكن خلينا نتكلم في المجمل والمتعرف عليه هو عيد الحب بيبقى دايماً الكابلز بيتبستوا وبيخرجوا وبيجيبوا لبعض هدايا يعني إيه رأيك في موضوع ده يا شازلي أنا لحد الجزء الأولاني كنت كويس لحد أول ما جينا عنده بيجيبوا لبعض هدايا يعني طيب الموضوع بيجيش على هوايا طيب أخرية أعرف أستاذ المشاهدين أن هناك سؤال حلقة النهاردة وبمناسبة البالنتاين أو عيد الحب وهو هل عرفته هتجيبوا إيه هدية ولا لسه محترين وهسألك بقى شازلي هو بس أنا عندي استفسار قبل ما أجاوب على السؤال هل لسه الورد بيفرق عند الناس يعني إحنا كنا متعودين دايماً في البالنتاين ورد ورد أحمر هل لسه فعلاً الورد بيفرق عند الناس لقيت ناس كتير جداً كنت بهزر كده ناس كتير جداً الورد بيبقى شيفر عندهم يعني خلاص من الحياة أخدت الناس فمسألة الورد دي ما بقيتش تأثر فيهم بسي أقول لك على حاجة ناس فهم غلط ناس فهمة أنه دايماً الراجل والست بيجيبوا البعض هدية بس بيمتعرف عليه بره أنه الفالنتاينز دي أو عيد الحب الراجل ما بتبقاش هدية بمعنى هدية يعني بتبقى أكتر ورد وشوكولتة أو ورد وشوكولاتة وبس كده يعني الموضوع مقابي مقتصر على كده بس إحنا بنحب نكبر الموضوع شوية وعلى فكرة برضو بره بيبقوا بيجيبوا هدية بس هو المتعرف عليه في الفالنتاينز دي مفروض بيكون أبارة عن ورد وشوكولتة طب دي حاجة مش مكلفة على فكرة يعني إحنا لو التزمنا زي ما هو الفالنتاين ده مش مصري مبدئية فإحنا لو التزمنا بكل اللي بيحصل بره زي ما حددوا من قالوا هو ده الفالنتاين 14 فهنحتفل بي فإحنا نجيب وردة وشوكولتاين صح؟ صح؟ عشر جنيه أو بس ما عليش حني أرجع بقى لوقيت نظرة اللي كنا بنتكلم فيه قبل الهوى أنت بتشوف الحب من منظور تانية هو أنا بس متعجب وليه دايما الناس بتقول للزوج أو للراجل إن هو هيجيب هو اللي هيجيب هدية الفالنتاين ليه 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 ليستة كمان لا يجيبش فالنتاين ليه يعني لا ما إحنا بقين نجيب استنى بس ما إحنا بقين نجيب يعني إحنا برضو السيتات بقوا بيجيبوا هدايا بسوها أنا بقولها المتعارف عليه إن الرجل هو اللي بيجيب الورد والشوكولتز بس بس إحنا بقين إحنا كمان بنجيب بس في ناس وجهة نظرها مختلفة في ناس وجهة نظرها إنه نجيب مثلا أكل آه مثلا هو العيد اللي ما فيهوش أكل ما نحتفلش بيه دي قاعدة مبدئية عيد ما فيهوش حاجة بتتاكل ما نحتفلش بيه أيضا طيب إنت هتعمل إيه بقى جبته أم لا محتفل إحنا قلنا بقى إن إحنا هنرجع النهاردة بالطعمية النهاردة الصفحة كده بعد الحلقة طعمية صخنة كده وبتنجان أحلى من أي ورد وأحلى أعرف فكرة أنا مش معطردة بس لو هي بتحب الطعمية بتحب الطعمية أكتر من ورد والأ لا أكتر لا بس بتحب الطعمية وبتنجان ولا أنت بتحبها ما هو أنا هفطر أكيد خلازم اختار حاجة أني أكون عايزها طيب يعني ده لا ده لا أنا مش موافرق على كلام إنما لسه الورد بيفرق عند الناس يا جماعة ده خلاص بغير موضوع أنا أهلت إن الورد بيفرق عند الناس وإنه الاحتفال مش بالهدايا نعيد تاني الاحتفال مش بالهدايا هي وردة وهي شوكولاتاية كده يعني ممكن إليها تتلم في لابلان صغير يعني مش تازم فعلا الموضوع يجبر عشان نتكلم بجد يعني بشكل يعني حقيقي كده ومنطقي هو فعلا الهداية مش بقيمتها بمعنى إنه أنا أقدر جدا جدا لو حد عنده ظرف أو مش قادر دلوقتي يجيب هدية كبيرة وحاجة تبقى مبهرة أنا بالنسبة لي فكرة إن حد افتكرني يا شازلي فعلا دي كفاية يعني أنا بالنسبة لي فعلا دي كفاية وفي نقطة كمان مهمة يعني اسمحولي إن أنا أشير إليها وأكد عليها إحنا عندنا مشكلة دلوقتي بقت كبيرة جدا فعلا وهي إن إحنا دايما بنقارن نفسنا باللي بنشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي دايما بنشوف إيه اللي بيحصل على كل السوشيل ميديا وبندق جدا عندما بيحصلش في حياتنا فخانيني أكد على حضراتكم نقطة مهمة جدا يجيب هذلي وهي إنه دايما السور أو الحاجات اللي بتحصل على السوشيل ميديا مش بتبقى حقيقية معظم الوقت يعني خانيني أدخل مع حضراتكم شوية في خبايا السوشيل ميديا فعلا يا إما بتكون مثلا فعلا بيكون إعلان أو هدايا أو بتكون لمجرد حتى الشهرة أو لمجرد الدعاية أو لمجرد البروباجاندا أو الاستعراض ما بيبقاش فعلا فيها مشاعر حقيقية فدايما بقول إنه بلاش نقارن نفسنا أبدا باللي بنشوفه على السوشيل ميديا مش شرط لي تكون الحياة الوقعية ومش شرط فعلا ده اللي يدينا إحساس إنه إحساس الحب أو شور إنه إحنا مهمين عند حد أو إنه إحنا لي نقيمة عند حد فدايما خلينا نبص لقيمتنا الحقيقية عند الشخص اللي قادر يجيب وردة يجيبها اللي قادر يجيب شوكولاتاي أي حاجة يجيبها لو ده فعلا هيعبر عن الحب لللي قدامك لو اللي قدامك بيحبش الحاجات دي شوفه وبيحب إيه حتى لو بشكل بسيط جدا واعمله وإحنا الناحية التانية برضو لازم نقدر ده يبقى فهمين اللي قدامنا عمل اللي في وسع ومش لازم برضو يعني نضغط على اللي قدامنا للآخر ولازم نجيب هداية كبيرة وندفع إقصات ونزنق نفسنا بقية الشهر لا خالص هداية بسيطة نتبسط بيها كلنا بنعبر بيها دي مجرد هداية بنعبر بيها عن حبنا اللي قدامنا وعن قيمة اللي قدامنا عندنا يا شازك كلمتك نقطة مهمة جدا وهي الحب في زمن السوشيال ميديا صحيح للأسف سوشيال ميديا اللي بنشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي بيقتل حالة الرضا ما بين المحبين حالة الرضا يعني مثلا ممكن اتنين بيحبوا بعضه وقنوعين جدا بكل ما يقدموا الطرف للآخر أول ما بيبتدوا يدخلوا يتوغلوا في عالم السوشيال ميديا يبتدوا يشوفوا حد جاب لخطبته أو لحبيبته أو لمراته عربية في عيد الحب ممكن يكون الموضوع ده فعلا ملوش أي أساس من الصحة زي ما جمانا كانت بتتكلم يعني ممكن يكون هو عامل كده عشان الناس كلها تتكلم نحن عارفين ده بقى مرض يعني كل الناس بقيت عندها استعداد تعمل أو غالبية الناس عندها استعداد تعمل كده عشان الناس تتكلم عنها بس فإحنا بنشوف حاجة زي دي وبننبهر فتبتدي حالة الرضا اللي كانت ما بين المتحبين تقل وحدة وحدة الحاد ما ينتهي الحب ما بينهم للأسف وبيكون السبب ده هو السوشيال ميديا عبر عن حبك بالطريقة اللي انت شايفها مناسبة وبالطريقة للطرف الآخر هو كمان شايفها مناسبة لكن ما نتغلاش في الهدايا عيد الحب مش بتاع هدايا لا بتاع تعبير عن الحب بطريقة أو بأخرى بهدية ان كانت بسيطة أو رمزية أو كانت كلمة حلوة على حسب الطرف الثاني ما بيحب حاول تاميكا صحيح طبعا نحن بتأكد مرة تانية اتبستوا يا جماعة بينوا البعض ان انتوا بتحبوا بعض من غير بجد فعلا ما نبص على السوشيال ميديا ومن غير ما نضغط كمان نفسنا وخلينا دايما يعني حاجة لطيفة برضو انه لما حد يجيب هدايا حتى ولو بسيطا باينه ان احنا مبسوطين ورادين وبلاش الناحية التانية نقول انا هديتك او هديت عيد الحب ايه عيد الحب ايه اللي حد تتكلم لا خالص افرح بفعلا والله احنا مش بحتاجين مناسبات انا بحتفل بالمصري شازلت بتحتفلش بالمصري انا هكلمها اشوفوا الموضوع نتقبل في شهر سبعة تقريبا مصري لا ده في 11 مواضح انت بتحتفل بالمصري نتقبل في شهر 11 نجا على اي حاجة كل سنة وحضراتكم دايما بخير ويا رب دايما حياتنا كلها كده برضا وبسعادة كل سنة وحضراتكم طيبين مرة تانية وصباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا وصباح الخير يا مصر